الله عز وجل قال خير ايام الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام. فالايام اللي احنا فيها ايام تعاط وايام خير واي عمل صالح انت بتعمله في الفترة دي الله سبحانه وتعالى يحبه ويقبله باليحس عليه. ده رقم واحد. رقم اثنين. اما ده اتكلم على يوم معرفة وانا كده يعني هو احنا متعودين او اي عبد يتعود كده ان هو يخدش مثلا عند ربنا سبحانه وتعالى في امر فيبقى يوم معرفة احنا داخلين على العرف وداخلين على التعاقل. لا اصعب فيه تهيئة. طيب اللي ملحقش التمن تيام اللي فيهت وفضلك يومين يعني فاضل بكرة ويوم التروية يوم تمانية تروية تروية على القلوب يا رب اللهم امن اقولك تروية كان يسقي الجمال ويربوها والله هي تروية على القلوب. واصلا قلوبنا يعني تهتف ولا بيبقى كده زي انا بسميها ذوابان القلب في التلبية من اول لبيك اللهم لبيك. فالاصل انت دلوقتي بتهيئ نفسك اليومين دول اهيئ نفسي بايه ان انا استشعر عظم الايام. استشعر ان انا في وقت مبارك ان خير ايام السنة الفترة اللي احنا فيها. اه يوم عرفة واعظم يوم يوم النحر وعناس فرج يوم وليوم العيد يوم يوم النحر اعظم يوم يوم تشرق عليه الشمس يوم يوم النحر وثلاث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. فاحنا في حب ايام كده مباركة حتى هي ايام الحج كلها شفي ايام ايام ايه. والحج ايه اشهر. ده الحج هوه اشهور من بعد اوحي شوال اول حد كده يبقى شوال ذو القعدة ذو الحجة التلتة شهر دولة راح منك ادي بقي لك يومين الاستعداد يوم عرفة لو استاذ امونك تتكلم عنه اما اتكلم عن يوم عرفة واقول ايه يوم عرفة ده يوم عظيم جدا يوم عرفة من كل المستصعب عليك وكل المستحيل عليك تحقيقه في السنة يوم عرفة بستجاب كل ما هو يشق عليك من امر او او مشاعر او او استجلاب رزق او رضا ربنا او اتقبول توبة او قرب او انس او بركة او توفيق لزوج ولا الاولاد ولا البيت يوم عرفة يوم لما اقول حالي في العبادات مقصر او غافل او كده يوم عرفة من كتر مغفرت ربنا وعطق الرقاب اللي بيتم في يوم عرفة تشراقب برأس الشيطان يشراقب الشيطان برأس يقول انك ربنا يغفره من كتر العطق يظن ان ربنا ممكن يعتقب من كتر استجابة الدعاء يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة يوم عرفة بس مين الناصح مين اللي قلبه اللي قلبه مش في غفلة اللي قلبه يقضان ان انا في وقت مبارك من اول ما يتدي التلت الاخير احنا بقى نتدي من يوم التروية بلي من التلت الاخير والت صحي اليوم والليلة دول ما يعدوش عليه كده ازن الفجر لا لا مفيش نوم بقى ولا فيه بعد نوم بعد صلاة الفجر ولا الكلام ده ونقسم نقسم وخلينا نقول فكرة جميلة في البرنامج النهاردة لكل ام وكل اسرة وكل قلب وكل بنت في قلب البيت هاتي ابوك يومك هاتي اخواتك ما تقوليش لوحدك ونقسم كل ساعة يلا هاتي الساعة الاولنية هاتي القراءة القرآن يلا الساعة التانية الاذكار كلها يلا الزكر طبعا اللي عنده اوراد من الزكر ما بيكافوش ولا خمس ساعة ساعة دقيقة حتى لو تقسموا من بعد الفجر مثلا ساعتين وبعد كده على مدار اليوم وردك ما بيكافيش الوقت ما بيكافوش فانت هتاخد ورد الزكر يبقى ساعة 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 صلعه رسول السلام طبعا يعني مش هنتكلم ببركة الصلعه رسول السلام لان ببركة الصلعه رسول السلام تفتح لك بقيت اليوم يلا الف استخفار ولأ ده انت في الساعة هجيب بدل الالف خمس تلف انا بقولك وهو اللي هو صيغة الاستخفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يقفر ذنوب الا انت بهيق قلبي للزلة لله سبحانه وتعالى وبهيق قلبي بنظفه وبستخفر اشتركوا في القناة